بعدما أثارت جدلاً واسعاً في حياتها بكلمات أغانيها وألحانها المثيرة تركت المطربة التونسية ذكرى الشعب السعودي في غموض فادح بعدما عادت من جديد واستيقظ الشعب على وقع تلك المفاجأة وإليكم أصل القصة منذ أكثر من عشرين عاماً والجميع في الوطن العربي يعلم حقيقة رحيل المطربة ذكرى بعدما أفدت نتائج التحقيقات بأن زوجها رجل الأعمال المصرية أيمن السويدي هو من أودى بحياتها وآخرين في شقتهم الفاخرة بحي زمالك وبعدها أنهى حياته هو الآخر عام 2003 قبل ما تعود للظهور من جديد عبر منصات التواصل الاجتماعية عبر عدسة المصور السعودي عبد الرحمن بن فهد إطلالة ذكرى المفاجئة لم تكن حديثة العهد وإنما هي مجموعة صور نادرة حصل بن فهد على حقوق النشر والتوزيع بشكل حصري بعدما قام بعمل تعديل عليها من ناحية الإضاءة والألوان مؤكداً أنه لن يتوانى في الحصول على المزيد من تلك الصورة النادرة وبثها عبر حسابها الشخصي على منصة X وبالطبع أحدثت الصور المسربة ضجة عارمة في السعودية إذ تذكر الجمهور ذكرى بما لها وما عليها والأغاني الشهيرة التي أثارت بها الجدل وقضيتها الشهيرة والسبب الحقيقي وراء رحيلها المفاجئ ترجمة نانسي قنقر